النوع السامن من أنواع الدوال الدوال الكسرية الدوال الكسرية هي دوال على شكل كسر بسطه ومقامه يعني شكل مكون بسطه ومقامه عبارة عن كسيرتين الحدود وأحياناً يطلق عليها الدوال المقيسة يطلق على الدوال الكسرية أحياناً الدوال المقيسة على سبيل المثال الدالة fx يساوي x3-1 على x4 زائد 2x تربيع زائد 21 هذه تمثل دالة كسرية أو دالة مقيسة أيضا Fx تساوي 2x زائد 1 على x تربيع زائد 3x زائد 2 هذه تمثل أيضا دالة كسرية أو دالة مقيسة لأنها مكونة من بسط ومقام على شكل كسرة الحدود النوع التاسع من أنواع الدوال هو الدوال غير الجبرية وهذه الدوال لا تنتمي إلى الدوال السابق ذكرها ومن هذه الدوال رقم 1 دالة القوى والصورة العامة لهذه الدالة هي Y تساوي Fx يساوي X حيث إن عدد صحيح موجب أو سالب أو عدد كسري ويمكن كتابتها Y تساوي X ومن أمثلة هذه الدالة Y تساوي X 3 على 2 وY تساوي X سالب 3 وY تساوي X أو 6 2 النوع الثاني من أنواع الدوال غير الجبرية الدالة الأسية الدالة الأسية من الدوال غير الجبرية وذلك لأن المتغير المستقل في هذه الدالة يكون موجود في الأس والدوال الأسية أيضا تعتبر من الدوال غير الخطية ولكن يمكن تحولها بسهولة إلى دوال خطية باستخدام اللغارات والصورة العامة لهذه الدلة هي FFX يساوي EOSX حيث E لا تساوي 1 و E أكبر من 0 وتوجد حالة خاصة مشهورة من هذه الدلة تستخدم كثيرا في المجالات التطبيقية المختلفة وهذه الحالة تأخذ الشكل FFX يساوي EOSX حيث E مقدار ثابت يساوي تقريبا 2718 و E تعتبر هي الأساس الطبيعي للغاريتم ونجد رمز E موجود في الآلة حسبة والشكل البيان لهذه الدلة هو في حالة Y تساوي EOSX يكون هو شكل الدلة على الشكل التالي أما إذا كانت Y تساوي EOSX يكون شكل الدلة هو هذا الشكل وتعتبر الدلة الأسية اللي هي FFX يساوي EOSX حالة خاصة توجد بعض الملاحظات أو تسمى قواعد الأسس في حالة ضرب نجمع الأسس أي إذا كان لدينا AOSM مضروبة في AOSN يكون ناتج AOSM زائد N بجمع الأسس في حالة القسمة نطرح الأسس أي AOSM على AOSN تساوي AOSM ناقص N طرح أس البسط من أس المقام في حالة إذا كان لدينا AOSM مرفوعة لأس N يكون الناتج AOSM في N الجزر النوني لAOSM يساوي AOSM على N كما عندما نعوض عن X بواحد في الدلة الأسية نجد أن EOS1 تساوي E كما أن EOS1 تساوي 1 على E و EOS0 بواحد النوع الثالث من الدولة الغير جابرية الدلة اللغاريتمية الدلة اللغاريتمية هي من الدولة الغير جابرية أيضاً والشكل العام لهذه الدلة هو Fx يساوي log X للأساس A ويلاحظ الآتي على الدلة اللغاريتمية أولاً إذا كانت قيمة الأساس اللي هو A في الدلة اللغاريتمية يساوي 10 تكتب Fx يساوي log X للأساس 10 اللغاريتمي في هذه الحالة يسمى باللغاريتم العشري ويكتب Fx يساوي log X دون أن نكتب الأساس 10 أما إذا كانت قيمة الأساس أو أساس اللغاريتم في الدلة الأساس اللي هو A يساوي E فتكتب الدلة Fx يساوي log X للأساس E اللغاريتم في هذه الحالة يسمى باللغاريتم الطبيعي ويكتب أو تكتب الدلة في هذه الحالة بالصورة Fx يساوي lin X بدلاً من Fx يساوي log X للأساس E بعض قواعد اللغاريتمات lin X في Y يساوي lin X زائد lin Y يبقى إذا أدخلنا lin على X مضروف Y يساوي lin X زائد lin Y lin X على Y يساوي lin X ناقص lin Y في حالة القسمة lin X أس M تساوي M في lin X lin E تساوي 1 lin E أس M X تساوي M X وهذه القواعد من القواعد المهمة جداً في الرياضيات موسيقى